حقيقة الوصول الى المدرسة العلمية والوصول الى الجامع الكبير أصبح متعسر جدا لأسباب كثيرة نعجز عن وصفها ووصف حالها لكن حقيقة بعد المدارسة ما حصل في الجامع الكبير أخي الكريم في المسألة الأخيرة نزل فيديو من العتبة العسكرية في سامراء يبين أن هناك تغيير حصل في الجامع الكبير وسمي الجامع الكبير وغيروا اسمه الى جامع صاحب الأمر وغيروا في داخل الحرم الشريف علما أن هذا الحرم هو أهل سامراء يصلون فيه مئات السنين ويطالبون به الى يومنا هذا فمن هذا حينما وصلنا الخبر والأخ الشيخ بكر السامراء مدير أوقاف سامراء بيّن أن هناك حقيقة أصبح تغيير لملامح ومعالم الجامع الكبير فتحركت كثير العشائر سامراء أصدروا بيان علماء أصدروا بيانات أما نحن حقيقة فتحركنا من الجانب العملي فشيخنا العلام الشيخ أحمد حسن الطاهة كتب رسالة بخط يده إلى المرجع السيد سماحة السيد علي السستاني وأوصلناها بيدنا إلى النجف الأشرف وشرح فيها سماحة الشيخ العلام الشيخ أحمد شرح فيها تاريخ سامراء وتاريخ المدرسة العلمية بإسلوب رصين أديب وأوصل الرسالة إلى سماحة السيد السستاني بأن هذه المدرسة وهذا الجامع الكبير من حق أبناء سامراء وطالبه بإعادة هذا الحق إلى أهله وإعادة الجامع والمدرسة وأن يصل صوته ونحن ننتظر بفارغ الصبر الجواب من سماحة السيد متى وصلت هذه الرسالة إلى المرجعية النجف وصلنا الرسالة قبل يومين وإلى الآن ننتظر الجواب ونأمل أن يكون الجواب إن شاء الله موافق لفقه الواقع وموافق لما عليه أبناء سامراء